اشتركوا في القناة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وروا ابن ماجع عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إنا مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناءه أو بيتا بناه لابن السبيل أو نهرا أجراه أو صدق أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته وروا مسلم عن جارير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء أما ما ينتفع به من أعمال البر الصادرة عن غيره فبيانها فيما يليه الدعاء هو الاستغفار له وهذا مجمع عليه لقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء وحفظ من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا ولا زال السلف والخلف يدعون للأموات ويسألون لهم الرحمة والغفران دون إنكار من أحد الصدقة وقد حكى النووي الإجماع على أنها تقع عن الميت ويصله ثوابها سواء كانت من ولد أو غيره لما رواه أحمد ومسلم غيرهما عن أبي هريرة أن رزلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم وعن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم قلت فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء قال الحسن فتلك سقاية آل سعد بالمدينة ولا يسرع إخراجها عند المقابر ويكره إخراجها مع الجنازة الصوم لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقديه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم قال فدين الله أحق أن يقدى الحج لما رواه البخاري عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقدوا فالله أحق بالقضاء قراءة القرآن وهذا رأي الجمهور من أهل السنة قال النووي المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل وذهب أحمد بن حنبل وجماع من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه اللهم أوصل مثل تواب ما قرأته إلى فلان وفي المغنل بن قدامى قال أحمد بن حنبل أي الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم من غير نكير فكان إجماعا والقائلون بوصول ثواب القراءة للميت يشتريطون أن لا يأخذ القارئ على قراءته أجرا فإن أخذ القارئ أجرا على قراءته حرم على المعطي والآخذ ولا ثواب له على قراءته لما رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأوا القرآن وعملوا ولا تجفوا عنه ولا تغفلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به قال ابن القيم والعبادات قسمان مالية وبدنية وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدنية وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار وأفضل ما يهدى للميت قال ابن القيم قيل الأفضل ما كان أنفع في نفسه فالعتق عنه والصدقة أفضل من الصيام وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائما مستمرة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكسر فيه العطش وإلا فسقي الماء على الأنهار والقني لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص وتدرع فهو في موضعه أفضل من الصدق عنه كالصلاة على الجنازة والوقوف للدعاء على قبره وبالجملة فأفضل ما يهدى إلى الميت العطق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة